من المعروف أن التقس الحار يؤثر سلباً على الحيوانات تماماً مثل البشر لكن يبدو أن هناك اختراعاً مثيراً للدهشة سيريح الحيوانات الأليفة من حر الصيف حيث تعاونت شركة ملابس في العاصمة اليابانية توكيو مع أطباء بيطريين لتصنيع مروحة يمكن للحيوانات الأليفة ارتداؤها لمساعدتهم على اجتياز أيام الصيف الحار يتكون الجهاز من مروحة صغيرة وخفيفة تعمل بالبطارية متصلة بملابس شبكية ما يساعد على توزيع الهواء البارد حول جسم الحيوان أما الملابس فهي بخمسة أحجام مختلفة ويبلغ سعرها نحو 74 دولاراً أمريكياً صاحبة الفكرة تقول إنها فكرت في هذا الاختراع لرغبتها في التغلب على الأوقات العصيبة التي مر بها كلبها من نوع الشيواوة في كل مرة يخرج فيها في نزهة في التقس الحار أما الفكرة فجاءت من سترات تبريد للبشر يرتديها غالباً عمال البناء والعمال الآخرون الذين يتعين عليهم العمل في الخارج هناك أنواع كثيرة من عبوات التبريد في السوق هذه الأيام يمكنك وضعها على رقبات الكلب لكنها لا تدم طويلاً غالباً ما أرى ملابس التبريد التي يستخدمها البشر لذلك اعتقدت أنه سيكون من الرائع إن كان لدينا مثل هذا المنتج للحيوانات الأليفة وظهر الجهاز لأول مرة في أوائل يوليو وتلقت الشركة حوالي مئة طلب للمنتج ترجمة نانسي قنقر